أما هلأ لأولى محطاتنا لليوم رح نروح لعالم التغذية كثير مننا يمكن يصاب بأمراض هي أساسها من مشاكل سوء التغذية بيكون الشخص ما عم يتغذى منيح كثير بنسمع كثير من الأطفال عندهم سوء التغذية واليوم مع يمكن تطور العصر الكل عم يروح صوب الوجبات السريعة وأحياناً عم يكون فيه ملونات وفيه كثير مشاكل بالأكل الجاهز بس خلينا نحكي عن الأمراض اللي ممكن يصافيها من خلال الغذاء القليل أو سوء التغذية مع الدكتور فادي خشروم يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك صباح الخير نهاركم سعيد صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك يعني بالبداية خلينا هيك بس نفسر أو نعرف شو يعني سوء التغذية شو هو الشي يلي بيعمل سوء التغذية شو هنال المأكولات يلي بتضمن نتيجة سوء التغذية نعم هلأ بداية أول ما منقول نحن كلمة سوء تغذية فورا بتبادر لأذهالنا الشخص النحيل اللي بيعاني من نحافة شديدة الشخص اللي بيمرض بوتيرة متكررة بسبب قلة الوارد الغذائي طبعا هذا الكلام صحيح لدرجة كبيرة جدا ولكن لربما الشي اللي ما بيعرفه الأخي المشاهد أنه سوء التغذية ممكن كمان يطلق على الشخص البديم اللي مقتنز مستويات مرتفعة من الدهون فإذا إحنا إذا حبينا نقسم سوء التغذية فينا نقسم العنوالين كتير كبار سوء التغذية بسبب قلة الوارد الغذائي هذا نسمي نحن under nutrition أو سوء التغذية بسبب فائد السعرات الحرارية يعني عملية أن نحن نتناول زيادة على حاجتنا اليومية من السعرات الحرارية هذا نسمي نحن over nutrition طب خلينا نحكي شو الدلالات الأساسية لما أقول في شخص معه سوء تغذية لأنه في كتير ناس فجأة بتكتشف معه سوء التغذية مع أنه بيكون صلو فترة مع مرور الوقت لأنه بعض العلامات ناس بحسى وهن أو تعب أو بسبب الإرهاق اليومي ممكن تدل أنه هذا الشخص عنده سوء تغذية نعم الأعراض الواضحة التي نحن نشوفها هو انخفاض الوزن بمقدار 5% لـ 10% خلال 3 إلى 6 أشهر طبعا هذا انخفاض بالوزن بيكون بوتيرة متسارعة فترة زمنية أصيرة فترة زمنية أصيرة من الأشلاء التي يمكن الاعتماد عليها من اللاحظة أنه البي ام اي اللي هو مشعر كتلة الجسم يكون تحت 18 نص حتى نوضح للأخير المشاهد شو هو البي ام اي البي ام اي هو عبارة عن مشعر نحن بنحصل عليه عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر هذا الرقم الناتج عندي في حال طالع عندي أقل 18 نص فأنا أمام حالة نحافة حالة النحافة هي إذا ما داركناها نحن بالوقت المناسب فنحن رايحين حتما بالأيام المقبلة أو بالشهور القادمة رايحين لسوء تغذية من الأعراض الواضحة التي يمكن نشوفها الخمول والتعب مثل ما ذكرتي حضرتك هي بتكون العلائم الواضحة جدا منشوف أنه الشخص اللي عب يعاني من سوء تغذية عم يمرض بوتيرة متكررة حتى فترة الاستشفاء من المرض عم تاخد وقت طويل بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين يلي هن أساسا ما يعانوا هي بيكون عندهم أساسا مناعة ضعيفة لأنه عنده سوء تغذية أكيد لأنه أساسا المناعة القوية مرتبطة بالغذاء بالحقيقة صحي نعم طب دكتور هالعلامات سوء التغذية بتظهر فورا أو ممكن يكون فيه سوء تغذية عنده الصغر وبس يكبر الإنسان تبين عليه هيك بس خلينا نعرف بتظهر فورا ولا لا بده وقت بالحقيقة هذا الأمر يعتمد على الوارد الغذائي اللي عم يتناوله هذو الشخص يعني فلنفرض على سبيل المثال أنا كان في عندي نقص بالمواد الغذائية الحاوية على الحديد تمام في حال كان هذا النقص ما كان كبير جدا فعمليا فقر الدم أو علاء فقر الدم ما رح تكون واضحة بشكل جلي موضوع الشحوب بسما رح يظهر به شكل مفاجئ رح يظهر بعد فترة زمنية طويلة فإذا يعني هذا الظهور هذه الأعراض يعتمد بالحقيقة على الوارد السعرات الحرارية اللي عم يتناوله هذو الشخص وعلى حميته الغذائية طب خلينا نحكي هيك نفصل شوي لكل الناس اللي عم يتابعونا كنا عم نحكي عن الوارد الغذائي والسعرات الحرارية لجسم أسباب سوء التغذية يعني فيه كتير أشخاص مثلا بيقلك أنه ابني طلع عنده سوء التغذية ما أني عم غزيني يعني هاي الكلمة مثلا مثل ما قالت ممكن يكون فيه نقص عندك بالحديد بالبروتين ممكن بنوع الغذاء اللي هو بيؤدي لسوء التغذية لأنه ما عم يأخذ حصصه الكاملة بس عم يأخذ فعليا كميات وتفاجأ أنه عنده سوء التغذية خلنحكي عن الأسباب الأساسية كيف ينفصلها والغذاء كيف ممكن يكون طبعا إذا سمحت لي أول شيء يحكي عن أسباب سوء التغذية بشكل عام ممكن نقول أنه الفقر واحد من أهم أسباب سوء التغذية الإدمان على الكحول والإدمان على المخدرات أيضا رح يأدوا فيما بعد لسوء التغذية إذا حبينا نفوت بالأسباب المرضية بشوف أنا أنه الأذيات الحاصلة على سوية مراكز معينة موجودة بالوطاء اللي هي مراكز الجوع والشبع تأذي هذه المراكز بسبب أذية مباشرة أدت لحدوث ورم دموي أو بسياق العلاجات الشعاعية رح شوف أنه رح تطبط منعكز الجوع عند هذا الشخص وبالتالي ما رح يتناول حصص الطعامية هذا الأمر بالنهاية رح يأدي له سوء تغذية في عندي أمراض أخرى ممكن تصيب الأمعاء الدقيقة مثل داء كرون، الداء الزولاقي التهاب القولون التقرحي هدول الأمراض كل ياتهم رح يأدوا لتخرب ببطانة الأمعاء هذا التخرب بالنهاية رح يأدي له سوء تغذية في عندي أمراض أخرى أيضا يفترض ما ننسى أبدا مثل انسداد الرئوي المزمن COPD ملاحظ أنه دائما يترافق مع سوء تغذية أحيانا الأمراض عسر البلع الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالبلع رح يأدي هذا الأمر فيما بعد لسوء تغذية في عندي بعض الأمراض النفسية اللي ممكن تأدي لسوء تغذية مثل الاكتئاب، انفصام الشخصية بعض الأمراض التي تأتي مع التقدم بالسن مثل الخرف على سبيل المثال أيضا ممكن يأدي لسوء تغذية ملاحظ أنه هذا الشخص المسن عم ينسأ من أساسا هو لازم يتناول وجبته تخيلي لهذه المرحلة بس إذا تسمحي لي آخر شيء كمان ما أنسى أنه الأجهزة الفموية السنية السيئة عند المسنين في حال كانت سيئة مع عادة ملائمة كالسابق ممكن تسبب خدوش وجروح لباطن الحفر الفموية هذا الأمر بالنهاية رح يخلي المريض يستغني عن وجبته بالكامل بس من أجل الشعور بالراحة وبالتالي هذا الأمر رح يأدي لسوء تغذية فيما بعد نعم طب دكتور فادي خلينا نحكي هل المتميمات الغذائية هي بتعود عن الغذاء يعني في كتير من الأشخاص يلي ذكرت حضرتك هلأ من شو بعانوا إن كانوا كبار السن إن كانوا مدمنين إن كانوا أي سبب حضرتك ذكرتهم من شوي ولكن هنن بيتناولوا متميمات غذائية ممكن يكونوا بيتناولوا فيتامينز أيضا هنن بيعودوا هيدا الشيء إنهم ما يصير معهم يعني سوء تغذية ولا لا مفشي بعوض عن الأكل تمام هلأ نحن بوقت بتكون درجات سوء التغذية منخفضة جدا قادرين نعوض بالطعام فهو الأفضل ولكن بوقت لي ما بنقدر بيكون عند نقص كبير جدا فأنا مضطر لإدخال المكملات الغذائية حتمة يعني فلنفرض أنا في عالم نعرف إنهن عايشين على المتميمات وما بيحبوا يأكلوا أبدا تمام هل هذا الشيء صح هلأ الفكرة هي حقيقة ما أنا بالرغبة ما أنا بالرغبة على أد ما أنا الفكرة تعود لتقييم الطبيب للحالة اللي هو عمي عالجها فأنا لما بكون أمام حالة مثلا تعاني مستويات نقص بمستويات الحديد لدرجة كبيرة جدا نقص بمستويات فيتامين دي لمستويات كبيرة جدا لا يمكن تعويضها أبدا بصراحة من مصادر الطعامية مهما كانت جيدة فإذا أحيانا بنشوف أن المكملات بتصير ضرورة حتمية لشفاء هذه الحالة ويمكن كثير من الصبايا كمان بيصير معهم سوء تغذية بتلاقي الصبايا والبنات بيحاولوا يمكن يدوروا على الجسم الميثالي فتلاقي فيه سوء تغذية من خلال قلة الأكل أو المحافظة على صحرات حرارية معينة خلال اليوم كمان هذا الأداء بأثر على الصحة وبتقول لك ممكن أنا أأخذ متمم غذائي بعود بشكل أو بآخر بحيث أنا مع أنصح تمام لأسف هلأ هاي واحدة من الأخطاء فعلا الكبيرة جدا اللي عم تمر في الصبايا عم يسعوا لجسم جميل جدا ولكن في فترة صغيرة جدا فترة قليلة وهذا الأمر أكيد خاطئ نحن لما منعمل أو منتناول سعرات حرارية أقل من احتياجنا اليوم بكثير بدك تعرفي أنه نحن بس مومس عم نخسر دهون نحن عم نخسر وزن شو ما عم نخسر وزن؟ يعني أنا عمليا عم بخسر كتلة عضلية عم بخسر حتى جزء من النسيج العظمي عم بخسر كميات كبيرة من الماء ببعض الأحيان عم نشوف هناك ده يؤثر على الصحة لأنه في فرق بين خسارة الدهون ولا خسارة لكتلة العضلية هذا اللي نحن دائما نحاول نوضحه للأشخاص حاولوا تفرقوا ما بين خسارة الدهون وخسارة الوزن لما نحن نطلع على الميزان ونشوفه وزن نقل هذا ما بيعني أنه نحن تحسننا على فكرة أنا إذا بدي رائب فعلا أنا اتحسنت مشيت بالمسار الإيجابي فأنا يفترض استخدام الأجهزة الأخرى اللي بتقيس مستويات الدهون عندي ما بتقيس الوزن الوزن كل ما بيعبر عن أي شيء للحقيقة ببعض الأحيان أحيانا خطأ معين بحمية الغذائية زيادة بوارد الصوديوم كي أدي الزيادة تحتباس الماء هل هذا بيعني أني أنا مخسر الدهون على سبيل المثال؟ فإذا من حيث المبدأ أكيد لا غلط أنه تماما نحن نشوف أيضا بعد الرجيمات دكتور فادي عم متأثر بعد أشهر يعني عم نشوف فجأة الصبية عم تسلط بالأرض عم يصير عندها نقص كلس عم يصير عندها نقص بمعادن بجسمة نتيجة اتباع حمية غذائية خاطئة خلينا لكن نحكي عن العلاجات الصحيحة أو الإسعافات الأولية يلي لازم تتبع إن كان للصبايا إن كان للشباب إن كان للأطفال أيضا خلينا كمان هيك نتطرق لسوء التغذية عند الأطفال تمام أنا بداية لما بدي عالج حالة سوء التغذية أول شي بدي أعمل و بدي ألغي السبب الرئيسي يعني أنا ما بيمشي الحال أني عالج الأعراض وأترك الأسباب الرئيسية الكاملة يعني عمليا أنا في عندي حالة عسر بلع بسبب ورم ضاغط على سبيل المثال على سوية المريء أو البلعوم فيفترض يتصحح جراحيا بالبداية في حال كان عندي مثلا حساسية تجاه الجلوتن يلي هو بروتين الأمح فأنا يفترض أني استبعد المصادر الطعامية الحاوية على الجلوتن فإذا ما عالجت السبب الرئيسي فأنا حتما عم عالج الأعراض وهذا الشيء ما رح يؤدي له نتائج أبدا بالحالات الأخرى بعدما بنفي الأسباب كلياتها بنفي وجود التهابات معوية على سبيل المثال بتأدي له حدوث الغثيان والإقياء بعدين فيما بعد أنا ممكن أنا نظم برنامج غذائي البرنامج الغذائي بتوافق مع احتياج هذا الشخص تمام؟ يعني مثلا فلنفرض في حدا مهنته متعبة مهنة شاقة تتطلب كم كبير من السعرات الحرارية ولكن هو ما بيعرف هو فكر أني أنا بس هذا الوارد الغذائي بيكفيني خلالي وأنا عم باكن مثلا عم يأكله أهلي بالحقيقة أنت وارد السعرات الحرارية تبعاك لا يحسب بهذه الطريقة أنت لازم تبعا لطولك ووزنك وعمرك ونشاطك الفيزائي اللي عم تقوم فيه خلال اليوم تتناول حاشتك من السعرات الحرارية ولا أنت حتما رايح باتجاه نحافة وفيما بعد باتجاه سوء ساعات العمل طويلة تضطر شخص يأكل وجبة واحدة يعني أحيانا بتلاقي شخص بيشتغل شغلين أو شغل يعني اللي ساعات طويلة تلاقي عم يأكل وجبة واحدة فهو في العليا ما ميأخد الحصة الغذائية الكاملة للأسف للأسف منشوف أن الوجبة المحدة اللي عم تتكي عليها حضرتك عم تكون وجبة جاهزة هالوجبة الجاهزة هي غنية بالسعرات الحرارية غنية بمصادر الدهون السيئة وبنفس الوقت عم تأدي لزيادة شعور منعكاس الغذيان والإقياء وبالتالي حتى عم تثبت عنده شعور رغبة بتناول وجبات طعامية بأوقات أخرى من اليوم فإذاً هي كمان واحدة من الأخطاء الكبيرة جداً يعني أول شغلة نحن نعالجة وقتنا نعالجس والتغذي من قلله أن تتوقف عن تناول أطعمة جاهزة لأن واحدة من تأثيراتها السيئة هي بصراحة زيادة منعكاس الغذيان والإقياء عن هؤلاء الأشخاص وبالتالي ما راح يقدر يتناول وجبت الطعامية بوقت لاحق فيما بعد هلأ نحن ممكن نتناول وجبات غذائية غنية بالسعرات الحرارية نعتمد على المخفوقات أيضاً الغنية بالسعرات الحرارية الكوكتيلات على سبيل المثال يلي فيها دهوم صحية تعتبال خيارات جيدة جداً في حال كان عندي حالة من الغثيان والإقياء أنا ممكن أأخذ مضادات الغثيان والإقياء ممكن ببعض الأحيان أعتمد على بعض أنواع الأدوية اللي بتزيد معدلات الشهية مثل ميكاسترول الدرونابينون فإذن الخيارات عندي عديدة كل خيار بصراحة له استطباب معين تبعاً للحالة الموجودة أمامي طيب خلينا نحكي دكتور عن سوء التغذية عند الأطفال يعني كثير منلاحظ أحياناً أنه سوء تغذية عند طفل مثلاً رضياء أو بسنواته الأولى كيف ممكن تعرف أنه عنده سوء تغذية وأسباب سوء التغذية عنده تماماً الآن أهم الأشياء اللي أنا ممكن نلاحظ على طفلي الرضيع هو تشوف أنه مقاساته مع تتغير وزنه مع أن يختلف أنا لما باخد طفلي ليتلقى جرعات اللقاح التقليدية اللي بنعرفها بنشوف دائماً الممرضة عم تاخد أبعاد هذا الطفل مقاساته الطول والوزن عم تقارنها بالقيم المرجعية وهذا شيء كتير أساسي ومهم حقيقة حتى لو ما كنا في عندنا جرعات معينة من اللقاح يفترض نحن نعمل زيارات دورية إما لطبيب أو للمراكز الصحية كما لأنا نقارن أبعاد طفلي ووزنه مع القيم المرجعية حتى شوف معدلات النمو عنده هيا هي طبيعية أم لا في عندي أشياء أخرى أنا ممكن رأى أبا بطفلي في عندي شيء بكاء غير مبرر في عندي مثلاً رغبة بالنوم شديدة طوال الوقت بحاول لعبه بلاقي طفلي أو الرضيع عندي خمول ما عم يتجاوب معي تماماً ما عم يتجاوب معي بدرجة كبيرة جداً بس أكيد طبعاً بالمستويات المتقدمة للأسف نحن نتمنى ما نوصل لها المستويات وممكن نشوف نحن تساقط أشعار عند هذا الطفل تساقط شعره وممكن نشوف ظهور دقع داكن على الجلد وممكن نشوف تضخم بالكبد مثل ما نشوف بمرضك واشير كور ممكن نشوف وذمة معممة نلاقي الأم عم تضغط على جلده تلاقي تركة علامة لفترة طويلة هذه الضغطة فإذا نحن نتمنى ما نوصل لهذه المستويات خلينا نرائب أطفالنا دائماً بأوقات مبكرة حتى ما نوصل ل يعني ممكن حليب الأم هو يكون يعني ما يعطي الغذاء التامل ولا نحن عم نحكي عن الأطفال الأكبر شوي حليب الأم بالحقيقة كافي لفترة الستة أشهر بعد ستة أشهر نحن نحتاج أنه ندخل أغذية داعمة لهذا الطفل تماماً دكتور فعدي في موضوع يمكن لازم شوي هكي نركز عليه وهو هلأ كثير عم نشوف أنه فيه أدوية عم تعمل سوق امتصاص عم تعمل نقص بيئة المعادن عم تعمل يمكن سوق بيئة يعني توزع الغذاء الصحيح بالجسم يعني مثل وقيات المعدة بفجأة عم نلاقي بعد مدة زمنية كبيرة وقت ما بناخدها ملاقي عنا نقص بالفيتامينات بشكل كتير كبير بسبب هيدا الشي هل بعض الأدوية صحيح أنه هي ممكن تأثر على وتعمل سوق تغذية سوق امتصاص بأجرسه؟ طبعا هلأ فينا نقول أول شي بداية بعض أنواع الأدوية اللي ممكن تعيق امتصاص الدهون رح تأدي لإعاقة امتصاص الفيتامينات الذوابة بالدسون مثل A والE والD والK طب أنا إذا ثبتت امتصاص الD فأنا رايح باتجاه شاشة عظام فيما بعد إذا ثبتت امتصاص الفيتامين A والE ثبتت أنا أهم الفيتامينات منعت امتصاص أهم الفيتامينات المضادة الأكسدي واللي بتحافظ على البشرة واللي بتحافظ على غرونق الشعر على سبيل المثال فإذا أنا لما بتناول أدوية معينة حتماً رح يكون في عندي تأثيرات جانبية لذلك أنا ما باخد دواء دون وصفة طبية أبداً ما باخد دواء من تلقاء نفسي لأنه قالوا لي هذا الدواء جيد لا بدي زمنية طويلة تماماً أكيد أكيد كلما طالت فترة تناول الدواء كلما زادت تأثيراته الجانبية حتماً طيب دكتور في أشخاص يمكن موجودين بحياتنا وبالأول الأخير عم سمعنا كثير حساسية القمح حساسية القمحة لأشخاص ممكن كمان تقلل من حساساً الغذائية وبنشوف عالم بيصير عندها سوق تغذية فقديش مهم هون فينا نقول اللعب على الغذاء البديل لحتى ما يوصل لهذه الحالة لأنه فجأة بيكتشف عنده هاي المشكلة تماماً الأهم شيء بهذه الحالات هو الاكتشاف المبكر يعني لما بتكون الأعراض بالحقيقة ما نصارخة للأسف بيتناول هذا الشخص منتجات القمح مثل الخبز البرغول كذا لفترات طويلة هو ما بيعرف بينما بتكون الأعراض صارخة فوراً بيمتبه بصراحة وفوراً حتى المحيطين لإله بيعرفوا أنه هذا الشخص يعاني من حساسية تجاه الجلوتين اللي هو بروتين القمح فإذا نحن كل ما بنكتشف بوقت مبكر كل ما كان أفضل طبعاً هذول الأشخاص إذا تداركوا بالوقت المناسب وتناول المصادر الأخرى يلي ما بتحول الجلوتين بس هون ما كتير في عندك هاي المواد تلاقي في عذاب متوفرة لتلاقي الخبز الدرة أو هاي المعكروت الدرة فدائماً لهيك بيكون في بعض الأشخاص عندهم سوء تغذية والأطفال أحياناً بيكون عندهم هاي الحساسية فببلش عندهم سوء تغذية لأنه ما في الغذاء فينا نقول البديل أو الصحيح حتى المريض نفسه يمكن ما عنده هاي استقافة الفضيعة شو لازم يأكله شو لأ نعم نعم متل ما تفضلتي بالحقيقة نتمنى نشوف عنا بأسواقنا منتجات خبز مصنوعة من مصادر أخر غير القمح نتمنى نشوف بره خبز مصنوع من الأرز خبز مصنوع من الذرة هالمصادر هاي يعني صار في عنا بصراحة بعض المخابز عم تصنعها عنا وهذا الشيء جيد هاي خطوة إيجابية لأنه فعلاً هدول الأشخاص منحق علينا أن نفكر فيهم لأنه هني بدني هني جزء مننا يعني جزء من مجتمعنا فيفترض فعلاً نحن نفكر فيهم بطريقة جيدة وما ننساهم أبداً تمام يعني أكيد ولازم كمان هاي ثقافة سوء الامتصاص لازم يكون معممة أكتر عند المرضى وخاصة عند الأهالية اللي عندهم أطفال من عمر صغير عم نشوف هاي ظاهرة كتير صارت منتشرة هو سوء الامتصاص خلينا شوي دكتور فعدي ننوي شو هنين الأكلات اللي ما لازم هكي ولو خرجنا شوي عن موضوعنا هو سوء التغذية سوء الامتصاص نفس الشيء كتنين عطا فيهم سوء ولكن خلينا نعكي شو هنين الأكلات اللي ممنوعة يتناولون من عمباتنا طيب نحنا الآن بالدرجة الأساسية مثل ما حكينا أهم الشيء الأطعمة الجاهزة نبتعد عنها بالمطلق بسوء الامتصاص أكيد أكيد أطعمة الجاهزة يفترض نحنا نتجنبها بالمطلق الاحتواء على السمون أو الخبز الغلط ولا لأ لأنه هي تعد فاستوى إذا كنا نحكي عن شخص ما بيعاني من حساسية تجاه الجلوتين فنحنا ما عندنا مشكلة يعني أنا مو مشكلتي بصراحة بالخبز أنا مو مشكلتي بالخبز السمون مثل ما تفضلت حضرتك طالما أنا ما عندي حساسية تجاه الجلوتين أنا مشكلتي الحقيقية هي تجاه الدهون المشبعة يلي موجودة يلي ممكن تزيد شعور الغثيان طيب أنا زاد عندي شعور الغثيان ثقي تماما أنا مرحي در تناول وجبتي فيما بعد تماما فهذا الموضوع كتير بنا نحاول نحنا نركز عليه عند الأشخاص اللي عندهم سوء تغذية طيب دكتور أشرت لنقطة كتير مهمة خلينا نحكي هيك لو سريعا عن الحصص الغذائية عن السعرات الحرارية اللي لازم يتناول الشخص نحكي عن الأعمار إذا كان طفل ولا كبير ونحنا بوضع اقتصادي ما فينا نكون بعيدين عنه يعني وضع الاقتصادي ممعيشي صعب ما في كل الناس قادرة تشتري جميع فينا نقول المنتجات أو الخضرة أو اللحوم بس شو هي البدائل لحتى أنا هاي الحصص الغذائية يقدر الشخص أو الطفل ما يكون عنده سوء تغذية لأنه أشرت له نقطة كتير مهمة بداية حديثك من أهم عوامل سوء التغذية هو الفقر اليوم فلا فيه أنه يمكن نعطيهم بعض النصائح أو بعض البدائل شو ممكن أنا مثلا نعوض لطفلي لحتى ما يصير معه سوء تغذية من خلال الحصص الغذائية نوزع لنهار تماما هلأ بداية دمس خلينا نوضح شغل الأخ المشاهد كلمة سوء تغذية لا تعني أن العلاج هو عبارة عن بروتين البروتين هو عبارة عن جزء من النظام الغذائي أنا في عندي بروتينات وفي عندي كربوهيدرات وفي عندي فات اللي هي الدهون اللي يفترض تكون بمعظمة دهون صحية طيب أنا البروتين على الفكرة ما أنا بحاجته بكميات كبيرة جدا يعني أنا ممكن نلاحظ على سبيل المثال أنه طفل المدرسة 30 جرام خلال اليوم أو 40 جرام هو عبارة عن كمية كافية لأله طيب أنا عمليا شو يفترض ركز أنا يفترض ركز على المصادر الكربوهيدراتية يفترض ركز على تعدد الوجبات خلال اليوم يعني عمليا إذا أنا بعطيه 3 وجبات كبار خليني أعملهم 6 صغار يوزي فاجئك هذا الأمر معقول الوجبة الصغيرة نعم أنا لما بخلي هذا الطفل يتناول الطعام بشكل متكرر فأنا كل مرة عم بستثير هرمون الأنسولين الذي يفرز من البنكريلوس هرمون الأنسولين هرمون ابتنائي قوي جدا هاي واحدة من الامتيازات الإيجابية فخليه نشط يعني من خلال الطاقة تماما تمام فإذا أنا عم بستثير هرمون الأنسلين أكثر من مرة خلال اليوم هرمون الأنسلين مثل ما ذكرنا هرمون ابتنائي قوي الشغلة الثانية هرمون الأنسلين لما بيرتفع رح يسحب سكر الدم وبالتالي رح يخلي هذا الطفل يجوع بسرعة وبالتالي رح يضطر يتناول وجبة طعامية بوقت قصير جدا يعني عمليا فينا نقول أن هذه الملاحظات هي على العكس تمام من الأشخاص اللي بيعانوا من بدانة تمام ينهي على العكس تماما نحن نكون أمام شخص بيعاني من بدانة دائما منحاول ننصحه أنه يقلل من الوجبات خلال اليوم ويزيد عدد الوجبات كرمالي قلل الاستثارة الأنسلين نعم دكتور بيئة الخطام سريعا لو سمحت تحذيرات لمرضى سوق التغذية غير أنه مبعد عن الفاست فود شو في تحذيرات يعني بعض الأشخاص بيجهلوها تماما هلأ إذا كنا عم نحكي عن الرضع بالبداية مهمة مراقبتهم بالدرجة الأساسية تقع على عاتق الأهل فأنا يفترض أول شي رائب مقاسات طفلي شوف هلما لابسه ظلت ملائمة لأيله لفترات طويلة على سبيل المثال بلاحظ أنه كل مرة الأواعي ما تغيرت نفسه ظلت لفترة طويلة رغم أنه طفلي هلأ بفترة نمو هاي واحدة من الاعتبارات أنا لازم أخذها بدي شوف العلامات الصارخة الأخرى مثل البكاء على سبيل المثال التعاب الخمول بالنسبة للكبار أيضا بدي شوف علائم الشحوب والتعب خلال اليوم بدي رائبة للدرجة كبيرة جدا حتى اكتشف موضوع سوء التغذية ما في مانع أني أنا أخذ قياس البي ام آي عندي وذكرنا الأخ المشاهد كيف ممكن ياخده عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر ويرائب حاله شاف حاله بحالة نحافة يعني عمليا البي ام آي تحت 18.5 مباشرة يحاول يصحح هذا الخلل حتى ما يتجه بطريقه إلى سوء شكرا دكتور مثلما قالت هي أهم شيء ملاحظة أي علامة من العلامات اللي ذكرتها لحتى الشخص يجب أن يتوجه إلى الطبيب نتشكرك الدكتور فادي الخشروم على وجودك معنا شكرا كتير إليك شكرا سيضافتكم شكرا لك دكتور ونهارك سعيد